موطني موطني أهلا وسهلا بكم معزيزي المشاهدين مجددا مستمرين إياكم في التغطية الخاصة ونقل وقاء ساحات التظاهرات في عموم المحافظات ولأول مرة في تاريخ الإراق المعاصر نشهد استمرار هكذا تظاهرات مطلبية رافضة للواقع السياسي وهذا يدل على أن هناك حركة من الوعي تبلورت لدى الشعب والشباب أن لا حكم للفاسدين مهما كلف الوقت التظاهرات بحسب المراقبين والناشطين باقي حتى تحقيق المطالب ومحاسبة كبار الفاسدين ومن أوصل هذا البلد إلى ما عليه الآن كيف ستخرج الحكومة من هذا المأزق وكيف سترضي الجماهير الغاضبة ما هي نية الحكومة في تطبيق الإصلاحات هل سنشهد تظاهرات أكبر وأوسع إذا استمر استخفال الناس وعدم الإصغاء لمطالبهم ينضم إلينا عزاء المشاهدين المحلل السياسي الأستاذ الدكتور ياسين البكري أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين أهلا وسهلا بك دكتور في هذه التغطية الخاصة لقناة الرشيد المظاهرات مستمرة وأيضا مثل ما شاهدنا أعداد كبيرة متواجدة في ساحات التظاهرات في بغداد والمحافظات تطالب بأبسط الحقوق هي محاربة الفاسدين وأيضا الخدمات هذا اليوم نشاهد تسويف من بعض الكتل السياسية والأحزاب لمطالب المتظاهرين وهي مطالب مشروعة شكرا جزيلا والتحية طيبة لك ولمشاهديك أعتقد أنه قضية التظاهرات أصبح واضح جدا أن المواطن العراقي بعد 2003 إلى اليوم صبر أكثر مما هو مطلوب أو ممكن أن يحتمل مواطن نعرف الموازنات الضخمة التي دخلت إلى العراق منذ 2003 إلى اليوم مبالغ ضخمة وكبيرة جدا كان ممكن أن تحيل الواقع العراقي إلى واقع آخر ثاني لو لا هنا الفساد الفساد مهم جدا الذي استنزف ثروة البلد استنزف كل طاقاته وقدراته استنزف حتى قدرة توظيف هذه الطاقات الشبابية الكبيرة الموجودة في العراق لكن دكتور كلام جميل جدا تحدثت بالميزانيات الانفجارية الموجودة من 2003 إلى 2014 يعني المواطني يريد أن يسأل هذه الميزانيات الانفجارية وين راحت يعني ما ألو حصة بها اليوم أغلب المواطنين الموجودين في المناطق الغربية في المخيمات وأيضا في مناطق الجنوب يعني في البصرة هي العاصمة الاقتصادية للعراق بسبب إرادات النفط التي تأتينا من البصرة اليوم محافظة البصرة تشكو من عدم يعني إيفاء السياسيين أو وفاء السياسيين لوعودهم لأبناء هذه المحافظة وأيضا المحافظات الجنوبية أريد تعرف المواطن يعرف وين راحت هذه الميزانيات الانفجارية وإذا أنقارن العراق بالدول العالم وأيضا الدول المنطقة النفط أسعاره عالمية وعند نزول النفط أسعار النفط أيضا نزل نزلت في الدول العربية الإمارات السعودية الأردن في جميع دول العالم لكن ما شاهدنا هذه الأزمة الاقتصادية اللي مربيها العراق لا هناك فرق يعني نحن ما نقدر أنه نقارن وضع العراق مع أي دولة أخرى يعني خصوصا دول الخليج نعرف أن دول الخليج البنة التحتية مكتملة لديها لديها استثمارات في داخل بلدانها وفي البلدان الغربية بمعنى حتى في مرحلة أو في حالة هبوط أسعار نفط هي استثماراتها الخارجية ممكن أن تعوض الموازنة ومع ذلك تأثرت واقع العراق يختلف واقع العراق نقدش قبل قليل قضية أساسية اللي هي الفساد نحن الآن من قضيتين منذ 2003 إلى اليوم من قضيتين هذه القضيتين اشتركت في مسألة أساسية وهي نخرج جسد الدولة العراقية اللي هي الإرهاب من جانب ووجه الثاني لهذه العملة وهو الفساد بمعنى أنه الإرهاب كشكل واضح ومعروف إلى آلياته إلى طريقة التفجيرات القتل الفساد الإشكالية الكبيرة خلينا ناقشك بنقطة الإرهاب يعني أيضا تحدث عدد كبير من المختصين وقالوا أنه سبب وجود الإرهاب تحديدا في العراق وبسبب الخلافات السياسية بسبب دعم دول أقليمية لجهات سياسية داخل العراق هذا ما أعطى أرض خصبة للإرهاب وتواجد داعش في العراق الإرهاب الدعم الخارجي الأقليمي هذا واضح جدا أيضا بسبب السياسيين أيضا بسبب بعض الكتل السياسية التي كانت مدعومة من دول أقليمية اليوم تحدث دكتور بكل صراحة المواطن يريد يسمع ما تظاهروا ومنتفض على كل السياسيين والفاسدين اللي جابونا الخراب والويل وجابوا داعش والأرهاب واضح جدا واضح جدا أنه العديد من الكتل السياسية اللي بداخل العملية السياسية واللي مشاركة بالحكومة واللي مشاركة في البرلمان إلا ارتباطاتها الخارجية وهذا موسر ولا مخفي ولا بالأساس أي الكتل السياسية تستعر منه أو تحاول أن تخفيه نعم في بعض المسائل هي قد تكون غاطصة تحت الجبل الجليدي لكن بشكل عام لهذا الارتباط واضح جدا كلنا نعرف نحن الكتل السياسية اللي موجودة في العراق الدعم الخارجي لها الدعم الإقليمي لها بالتالي انتقل الصراع الإقليمي الموجود يعني تحديدا ما بين عمودين أساسيا في المنطقة ما بين السعودية وما بين إيران انتقل إلى الساحة العراقية وأيضا تركيا بمعنى أنه هناك انقسام إقليمي على أساس طائفي سني شيعي تتبنى عدد من الدول أرض العراق كان إلى الساحة البعض الكتل السياسية العراقية يعني ساهمت بهذا الصراع بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بالتالي الانقسامات موجودة الفساد موجود الإرهاب موجود الإرهاب ساهم بجدا وبشكل كبير الكتل السياسية نتيجة عدم اتفاقهم عدم اتفاقهم بأي نقطة نعرف إحنا إذا تحدث نقول بعد 2003 في نظام ديمقراطي يقبل اختلاف وجهات النظر وهذا شيء طبيعي لكن حتى في الديمقراطية واختلاف وجهات النظر يجب أن يكون هناك إطار عام أو مبادئ عليا للدولة يجب أن يكون متفق عليها من جميع الأطراف المشكلة لا وجود لدينا على إطار عام أو مبادئ عليا للدولة متفق عليها من قبل الكتل السياسية وهناك إطار أدنى خاضع للاختلاف هذه الاشكالية الكبيرة بالتالي هناك عدم اتفاق على تصور شكل الدولة طريقة إدارة الدولة حتى طريقة العلاقات الدولية العلاقات الإقليمية في كل هذا الإرهاب تعريف الإرهاب من هم الإرهابين طريقة محاربة الإرهاب كل هذه القضايا مختلف عليها في الواقع السياسي على العراق لكن دكتور نتحدث بكل صراحة خلينا في الجانب الاقتصادي هذا اليوم المواطن الإراقي عاني الكثير الكثير بسبب عدم وجود الخدمات وأيضا حلم بسيط يعني لهذا المواطن بالأمان والخدمات يعني حلم مطالف شيء من الحكومة لهذا اليوم لم نشهد هناك سياسة مالية سياسة نفطية سياسة اقتصادية يعني واضحة للدولة حتى سياسة خارجية يعني يعني أيضا ضبابية للعراق يعني تحدثت عن الصراعات الكتل السياسية والصراعات السياسية يمكن هي من جعلت العراق ضبابي في هذه المحاور أو هذه يعني اقتصاديا ماليا سياسيا خارجيا أريد نتحدث نقطة مهمة جدا دكتور متى يكون هناك سياسة اقتصادية للعراق يعني بتوحيد جهود السياسية لخدمة هذا المواطن مشكلة كبيرة أنه العراق خسر أموان كبيرة وضاقات كبيرة كان ممكن يوضفهم القائد الأساسية في العراق أنه العراق بلد زراعي هاي نقطة أساسية تاريخيا وما زال اليوم يبترك نهرين القائدة العامة ليد العامة اللي موجودة في العراق هي فلاحية لذلك دائما نحن نقول نتحدث نقول نحن مثلا أصولنا ريفية يعني الأيب أو الجد الأول المباشر هو أصول ريفية بالتالي القائدة الأساسية أدنى زراعية في نعرف نحن في مراحل الخمسينات بعد إنشاء هيئة الإعمار في العراق في العهد الملكي اتجه نحو التصنيع وكنا نعرف نحن المراحل اللي يوصل بها العراق إلى التصنيع المشكلة أنه يعني كانت دائما فلسفة الدولة ما قبل 2003 فلسفة اشتراكية اشتراكية الدولة ما بعد 2003 انتقل إلى الاقتصاد السوق لكن هل بالفعل إحنا انتقلنا إلى اقتصاد السوق المشكلة أنهما بعد 2003 القائدة الاقتصادية أو الصناعية حتى وإن كانت قبل 2003 تتجه باتجاه الإنتاج الحربي كان من الممكن أن نوظفها بالإنتاج المدني هذه نقطة فاتت هي مفاتت ما أعتقد أنه اللي موجودين هم ميفهم هذه القضية لكنها نتعلق في قضية الإرادة إذن الجانب الزراعي في الاقتصاد والجانب الصناعي في الاقتصاد انتهى بقينا دولة نفطية دولة ريعية نعتمد على إرادة النفط وبالتالي يشكل أكثر من 90% من موازنة العراق هو النفط هذا النفط لا الكل يعرف أننا نعتمدين عن النفط لكن أنطيني نقطة مهمة جدا السنوات الماضية كانت ميزانيات انفجارية المواطني يريد يعرف وين هذه الميزانيات ذهبت وين راحت هذا اليوم ما عندنا خزين ومثل ما تحدث الدكتور حيدا العبادي فيه كلام صريح جدا ومهم جدا وقال أنطوني الوزارة وما بيه إلا 3 مليارات يعني هاي مشكلة والعراق عليه ديون يمكن 15 مليار هذا ما تحدث به دكتور حيدا العبادي أريد نعرف وين راحت الميزانيات الانفجارية بشكل مباشر الفساد الفساد اللي نخر جسد الدولة هذه الموازنات اللي كان من المفروض أن تذهب إلى البنية التحتية يعني كنا نعرف أنه هذه الموازنات الانفجارية كان مخطط لها أكو مشاريع يعني يعني بيه الموازنة هناك مشاريع هكذا مليون مليار تذهب إلى البشروع الفلاني كذا مليار إلى المشروع الفلاني هي واحد بجوب السياسيين على الورق موجود هذه المشاريع على الواقع بجوب السياسيين ما موجودة ما موجودة احنا ما شفنا انعكاسها الحقيقي اللي موجود لا في تبليط شوارع لا في كهرباء هاي عزمة الكهرباء الأساسية الخانقة اللي كان من الممكن لو تجاوزناها كان ممكن تحرك الكثير من القطاعات الاقتصادية الانتاجية وبالتالي من نكون في شرك البطالة المستشرية بهذا الطريق حتى ذا أخذنا ذهبنا مثلا بعيدا عن المواطن وما يحتاجه يعني الكهرباء مو رفاهية وانما ضرورة يعني ضرورة في حياته بالتالي نعم ذهبت في جيوب المفسدين وهذا واضح جدا بالتالي المظاهرات اليوم هنا إحنا نربط ما بين هذه القطية ما بين هذه التظاهرات التظاهرات مطلبها الأساسي هو المفسدين هالمفسدين إحنا إذا اليوم لم نستطع أن نوقف الفساد أن نقطع الطريق أمام الفساد أن نقدم المفسدين إلى القضاء أن نحاول أن نسترجع الأموال إلى الميزانية من المفسدين نعم المشكلة يعني دعم المرجعية دعم المرجعية وأيضا مطالب الجماهيرية للدكتور حيدة العبادي يعني ليه هذا اليوم ما شاهدنا أسماء كبيرة أنها محاسبة فاسد كبير محاسبة حزب كبير محاسبة مقصر كبير إعادة المال للدولة المال المسوق أنا أقصد متى المواطن العراقي يشاهد يعني وتكون عنده فرحة عندما يطلق الدكتور حيدة العبادي أسماء الفاسدين وبدون تخوف من أي كتلة كبيرة أو حزب كبير لا هي القضية حقيقة يعني حتى نكون واقعيين ومنصفين للوقاعة اللي موجودة الإرادات من أقدم نتحدث عنها قد تكون الإرادات المؤلنة راح نمشي إياها لكن هل من الممكن بصرف النظر عن العبادي أو غير العبادي بصرف النظر عن تسمية أي تسمية أخرى هل لديها القدرة اليوم على تنفيذ هذه المطالب المتظاهرين المشروعة والمحقة يعني ما يقدرون نحكي بكل صراحة ليش ما يقدرون اليوم خلينا نحكي بكل صراحة يعني ليش ما يقدرون يعني مواطني الظاهر صالوا أكثر من ثلاثة شرحة يطالب بإقالة الفاسدين والمفسدين ونقولوا والله ما نقدر حتى لا يزعل الحزب الفلاني ولا يزعل الجهة الفلانية هي مخواطر هي مخواطر القضية بحيث أنه يزعل الحزب الفلاني هي القدرة على التنفيذ خلي بطيش مثال بسيط أول حزمة إصلاحية اتحدثت عن قضية أساسية هي إقالة نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء هل نواب رئيس الجمهورية اليوم هم مقالين؟ لا لا ما مقالين هذا اليوم كل المواطنين يعرفون نواب رئيس الجمهورية موجودين ويتمتعون بصلاحياتهم وموظفيهم ومكاتبهم وحماياتهم حتى الشعب العراقي يعرفوا أيضا رئيس الجمهورية السيد فؤاد معصوم لم يوقع أو يصادق على أصلاحات الرئيس الوزراء بإقالة نواب رئيس الجمهورية القضية القضية هو هذه الرمزية في هذه حزبة الأصلاح الأولى الرمزية الأساسية لها هو ضرب مراكز القوى الموجودة نعرف إحنا العراق تسألت بالبداية لماذا لا يستطيع المشكلة أن هذا الصراع السياسي الموجود فيها العراق خلق مراكز قوى خلي ننتقل دكتور إلى شبكة مراسلين ونكمل حديثنا مستمرين معكم في هذه التغطية المسائية من ساحة التحرير قلب العاصمة بغداد وعلى شاشة الرشيد الفضائية شاشة كل العراقيين اليوم ويانا الطفلة بلسم أيضا تطالب الإصلاحات يعني اليوم الإصلاحات لم تقتصر على الكبار فقط وإنما تقتصر حتى على الأطفال اليوم النضج السياسي والمدنة أيضا يعني وصل حتى إلى الأطفال هذا يعني أمر جيد سلام عليكم بلسم شونج سلام عليكم شو بيأصف بلسم؟ أول متأصف بلسم اليوم شنو الرسالة توجيه للحكومة يعني شا الطالبين اليوم؟ إحنا طبعا نطالب بأنه يعني بأنه أبعاد المفسدين عن العراق وحالتهم إلى القضاء ويعني الآن اليوم يعني كطف لش تتمنين؟ أكيد تتمنين المهجرين رجعون للمناطقهم تتمنين المدارس تعمر مناهج جديدة صح له غلط؟ طبعا يعني لازم يعني نطلع داعش من العراق ورجع المهجرين وكلهم خط إلى بيوتهم وابناء المدارس يعني بعدها الكتب قديمة تحتاج تجديد كده أمور يعني في اليوم خلنا نأخذها بصعيد التربية والتعليم شون نشوفين المناهج الدراسية اليوم؟ ما ها ينضمن الإصلاحات؟ إحنا إذا نتحدث عن إصلاحات لازم شاملة تربية وتعليم وصحة وكده وكده؟ يعني بالنسبة للتربية والتعليم يعني هي زينة بس عدنا بعض الكتب ناقصة مثلا يعني عدنا بعض الكتب أصلاً مجاية ورح تدي الإمتحانات فماكو بعد أي كتب يعني عدنا يعني بعض أصلاحات الكتب بعد ما عدنا أرادلها أصلاح شكراً جزيلاً بلتاً ممنوني منك نستمروا ياكم وشوف ننتقل من تظاهرين آخرين سلام عليكم السلام عليكم يا سيدنا العزيزي نامونتال القضية الكل اللي يحمله هنانا هي قضية وطن اليوم الكل يريد إصلاحات إصلاحات سياسية اقتصادية أمنية قضائية صحي والله هي هاي ساحة التحرير تشهد بهذه النهضة بهذه الثورة بهذه الانتفاضة ضد الفاسدين ضد ناهبي ثروة العراق ويطالبون يطالبون لا أكثر للأقل بالإصلاح وليس أكثر من الإصلاح يعني التغيير نريده حتى لو يكون التغيير جذري لكنه الآن البلد لا يسمح بالتغيير الجذري نريد إصلاحات وهذه الإصلاحات هي تجر إصلاحات أخرى من أجل إرجاع الحقوق للشعب وإرجاع الثروة المنهومة من قبل الفاسدين للشعب والبلد ولا ننسى ولا ننسى داعش وتحرير البلاد من داعش يعني اليوم القواتل الأمنية ابناء العشائر والحجد الشعبي وطهر المناطق إن شاء الله تتحرق جميع المناطق كنلتقى للمتظاهر آخر السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم اليوم نرى أن المحاصصة السياسية تقف سد منيع أمام الأصلاحات هي المحاصصة السياسية من البداية هي فاشلة عملية فاشلة المحاصصة الوطنية معناها الفساد هو هذا الفساد اللي تولد عنه المحاصصة السياسية فأني يعني المرجعية تقول أصلاح هو يسوي لي تقشف يسوي لي تقريم للحكومة نقول لي هابا قدم الآفات الشبيرة اللي هما معروفين معروفين كل شعب هسي يعرفهم هو يعرفهم العبادية يقدم لي عاب عوب وزير المالية وزير المالية وزير المالية ما ليش باقي تجد للفرات لو باقي الشبوت يعني بحاجة إلى أدل أكيد يعني السلام عليكم السلام عليكم اليوم شنو رسالتك للحكومة العراقية اليوم الجمعة الـ 11 ما تطبقت للصلاحات؟ تطبقت أم لا؟ ما تطبقت للصلاحات للصلاحات من تطبق إذا ما يقضى على رأس الفساد القضاء يعني إحنا البارحة شفنا ذولة 37 واحد الوزراء الوزراء وين؟ الهي سطع لأمرقاء قبض عليهم وين؟ هم بالخارج كل واحد عنده جوازين سفر يعني هو بالدولة الهيسة بيها يقدر يجيبها من الدولة من لندن يجيبها لهنا على سبيل المثال العفتان حازم الشعلان اشقصر له اشقصر له حازم الشعلان فلاح السودان اشقصر له إنت ليش ما تجعله الوساد الموجودة هنا هس الموجودين عندك هنا وعندك اسمائهم ليش ما تلقى قبض عليهم؟ احنا عندنا القضاء فاسد اذا ما يتغير القضاء ما يصير اي اصطاح في هذا البلد رأس الفساد القضاء فما يصير عندنا اصطاح شكرا جزيلا نعم خلنشوف المتظاهر بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ثورة سيدنا الحسين ثورة سيد الشهداء بسم الله الرحمن الرحيم من 2003 من 2003 تأسست هاي الحكومات ما شفنا خير لقد ضاع البلد وضاع الولد وضاع المال يوميا مسرحية ويوميا فيلم هؤلاء جالسين تحت خيمة الخضراء يقولون نحن عراقيون إذا هم عراقيون خليت نازلون من الجنسيات الأجنبية نحن نمتلك الجنسية العراقية واحدة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال إلى أقصى الشر إلى أقصى الغرب جنسية العراقية واحدة نحن متماسكين نحن هذا البلد أغنى أغنياء العالم بعزته وشرفه وذاته ألا يكفيكم ما فعلتوا بالعراق ألا يكفيكم اليوم تجون وتجدون تجدون من خارج الدول ملايين وأنتو كلكم عندكم مليارات نهبتوها نهبتوها مليارات العراقيين وين وديتوها شكرا جزيلا دعنا نلتقل من تضارك السلام عليكم منكم السلام ما رسالتك والله رسالتي أنا وجهة للاستاذ الفاغل علي محسن التميمي محافظ بودات أقول لي يا استاذ علي يا استاذ علي أنقذني أنا لديك نداء استغاثة أنا من 2007-2013 لحد الآن أنا مقدم على مقابلة جنابهم من 2007-2013 لحد الآن كلما أروح للمكتب شؤون المواطنين آي بعد التواصيل والخضوع لهم وبس عوزهم أبوس حشان نقوله بوجه الحدام مالتهم يطوني قصاصة أدخل بيج المكتب شؤون المواطنين فوق أريد أقول لي أريد المقابلة مات وينها وأني جيت بكتاب من محمد صاحب الدراجة من كان وزير الإعمار وجهني للسيد المحافظ ومن البنة 13-13 حد الآن كلما أراجع يقول لي بعد إحنا نخابرك أنا نخابرك مدى بتماني شنو يعني اللي أطالبه أنا من سيد علي محسن التميمي ويقول أنا خادم بغداد أنا بن بغداد عمي وأني وضعي تعبان والله العظيم أنا هاي رسالتي أوصلها عن طريق قناة الرشيد اللي هي ناطقة باسم الفقراء باسم الفقراء هاي القناة البطلة وجزاكم الله للعراقين قناة الرشيد إن شاء الله نعم خلينا شوف المواطن آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله بيكم أنتم وكادركم ممنونين من عدكم هاي دعا الجمعة ونشكر أنا شكرته وعي من عدكم شكرا جزيلا بارك الله بيكم أي إصلاحات حقيقية أو جذرية ما موجودة إصلاحات تلتش رح يكمل بعد خمس تيام صيري تلتش هاي الجمعة الدعش وكل العراق طلع بيها من بغداد إلى الفاول أي إصلاحات ماك مسؤول بالدولة إجا لي جاي حيدر العبادي ما إجا لي جاي شون يتخوف من هذا الموضوع أتوقع حتى سماعات سماعات صوتية أم الباتري أخذوها منها الأجهزة الأمنية اللي باكسبو أريد أوصل رسالة حيدر العبادي حيدر العبادي يا أخي اسمع شعبك اسمع وطنيتي هذولا كلهم ديكاتر وأساتذة وشوخ وأكاديميين ومثقفين ناس جايين للإصلاح خصوصية وهذه الجمعة إلى خصوصية خصوصية أبو عبد الله الحسين لأن الإمام الحسين خرج ضده الطغات لإصلاح أمة رسول الله ليش أعضاء مجلس النواب لا يلبسون للأسود كذابين ما يغتدون بالإمام الحسين القصور مالصدام قاعدين بيها هاي سووا مؤسسات صحية الكل يرى وصل يعني وصلت بالآلاف مؤلفة دوار دولة متهيكلة لا صناعة ولا زراعة وكررنا هواي بارك الله بيكم طلعتوا هواي أنتم على ذنبه لا زراعة لا صناعة ناس قاعد يقدون بالشوارع آلاف مهجرين راحوا لأوروبا يا أخي ما يصير أطلع على هاي شاشة الكبيرة إلى متر يتجي إلى متر يتجي أطلع على هاي شاشة الكبيرة ما سح التحرير أطلع مباشر وحت المتظاهرين دول الناس الوطنيين الوزارة التربية اللي هي أم التعينات اللي هي أم التعينات اللي هي أكثر من عدة أمرار وزارة التربية تاخذ المجموعة اللي تجيها للتعينات يدون قسم من عدها للرؤوس الأكبار والفقراء الباقيين ينطونهم من الرؤوس مال الحزب الإسلامي يوزع لهم الحزب الإسلامي بالقرآن أكو عوائل ستتهم تعينوا حتى العجوز الماتق لو تكتب جابور شهادة من الجامعة العراقية اليوم كل العراقين أنت تطلعون تظاهرات من أجل قضاء على المحاصصة نحن نريد يم الوزير وده حتى نبيل منهم نتعين ومنهم موجود بهاي الوزارة هاي المحمودية وهاي اللطيفية وهنا لنا البيع فيجي كيمية معلمين مدرسين كلهم على بقاهم ويجاسمونها بينها تمسطة 220 متعين عينوا شوفوا التعينات لا جاي عينون على المعدل لا جاي عينون على الحصص وخاصة هو الهجب الإسلامي ونشكر من قناة الرشيد أدامكم الله ونشكركم الله اليوم الكل يتمنى القضاء على المحاصصة السياسية وهذه المحاصصة اللي حقيقة يعني أثرت على المؤسسات على التعيينات اليوم إن شاء الله جميع رسائل المواطنين توصل للمسؤولين إن شاء الله خلنا نشوف مسؤول آخر أو نشوف مواطن آخر السلام عليكم أهلا وسلم طبعا نشكر فضائيتكم طبعا اللي ويا نصار لها حوالي 11 جمعة فأني اللي أقوله هذا الرجل العبادي ما يقدم أي شيء أولا هو إنسان دبلوماسي متربي تربية بريطانية وهويتة بريطانية فهذا إنسان دبلوماسي ما قدمنا الشيء كلها قضايا ترقيعية يعني إذا راد يدخل التاريخ منه أفسع بابه ويكون شخص عظيم مثل عبد الكريم قاسم اللي قدم قضايا تعرفوها كلكم فالمفروض يتجه إلى المتظاهرين ويسوي حزب حزب المتظاهرين لأنه 13 سنة كل شيء ما قدموا البناء التحتية كلها كلها مفلشة لا زراعة لا صناعة هذا يعني الإنسان العادي خليه يستقرع يعني اليوم هو رئيس وزراء أيضا أيضا اليوم يقول خلي المتظاهرين يتعذدونه إياه وانتظرونه إن شاء الله استادي إحنا جينا للأصلاح إحنا مو مثل بعض الدول اللي حاربت الدكتاتورية وغيرت النظام إحنا لا إحنا تجاوزنا هاي المرحلة إحنا نريد نصلح النظام يا عبادي هاي الجوقة اللي عندك انسلخ من عندها لأن جوقة ناس حرامية سراق 13 سنة نفس الوجوه الكالحة ما قدمت أي شي الطفل والشبير هذا يعرف شنو هم يعني حتى أصوات ما حصلوا وصعدوهم فهؤلاء ما يقدمون أي شي فإحنا نبقى نظاهر أو نظاهر أو نظاهر وحتى ذا بقى هنا 3-4 بساعة التحرير إحنا رسالتنا نوصلها فيا العبادي يا دكتور ادخل التاريخ من أبسع أبوابه حتى تكون يشهد لك التاريخ والتاريخ يشهد للعظماء فصير واحد عظيم إذا اتنحيت عن جماعة الجوقة هذه الخائنة الجوقة الحرامية اللي فلشت العراق والسلام عليكم شاهد الدكتور الناس اللي تظاهر بساحة التحرير وأكيد عندهم مطالب يعني مطالب منطقية واقعية ناس الطالب بحرقة قلب يعني أتمنى أنه الدكتور حيدة العبادي يسمع مطالب أو طلبات المواطنين يعني ما أعرف شاهدتي بعد يعني آلام وحزن يعني اللي يريد يتعين واللي يريد الصحة واللي يريد الخدمات واليوم السياسيين كلهم ملتهيين بالمواكب وملتهيين بالمجالس العزاء قبل ما تساوهم مجالس عزاء الشعب اللي انتخبكم وقعتكم على الكراسي عليكم أنه تخدموه عليكم أنه تخدموه يعني إذا تلاحظين نقطة أساسية في مطالب المواطن العراقي بالفعل هي بسيطة ومحقمة يدور تعيين بمعنى أنه هذا اقتصاد حياته حيات عائلت شون يقدر أنه يرتبونه يقول لك التعيين صار بفساد حتى التعيين بفساد صار بمحافظة مو صار بفساد لازم تكون أنت من تامي الحزب ومن تامي الجهة حتى تحصل على التعيين ستيفة يعني بلد من ضعف الشبيح مسألة التعيينات مسألة التعيينات أكو أحد بالعراق بعد ما يعرض أنه مصار هو أصلا موجود التعيينات كل وزير يجي يعين مجموعته يعين حزبه تكون التعيينات إلى الحزب شوف احنا تأخرنا في إقرار إقرار مجلس الخدمة الاتحادية ما نقول لك أنه مجلس الخدمة الاتحادية سنقضي على باب الفساد بشكل كامل لكن انظر مما بهذه الطريقة يريد تعيين يريد هذا حياته يعني هذا اليوم كل وزارة تابعة الحزب هي وزارة الحزب يعني وزارة الحزب متعينين وزارة الحزب من نفس الحزب ومن نفس الكتلة وزارة الحزب ولهذا في تشكيل الحكومة تسعى الأحزاب الكبيرة على الوزارات السيادية والوزارات الكبيرة حتى تقدر يتعين أكبر عدد من أحزابها مو جمهورة لا الجمهور ما تعينوا تعينون أحزابكم وأيضا ناسكم داخل الحزب روح يشوف أي وزارة الحلقة القريبة من الوزير يطلع وزير يجي وزير تتغير كل هاي يجيب هذا فساد طبعا فساد تعرفين مسألة التعينات قد صارت التعيين مواطن فقير خريج جامعة حتى لو مو خريج جامعة من حق أنه يجي لفرصة عمل يطلبون منه وصلة أسعار هناك قائمة تعرفين بها القضية قوائم الوزارة الفلانية هيقة قيمة الوزارة الفلانية هيقة قيمة تدفع 50 ورقة 75 ورقة 100 ورقة حتى يتعين ونازل تدفع ونازل تدفع تتالي فساد نعم هذا فساد بس نرجع احنا شوف المواطن الفساد الاكبر هو في الرؤية الاقتصادية الستراتيجية عندما يبحث المواطن عن تعيين يعني أنه الدولة هي المشغل الاكبر يعني أنه هاي الدولة الرائعية ما عرفنا أنه نصدح الخلل الهيكلي في الاقتصاد العراقي ويجي يقولولك بالدولة ويجي يقولك الآن 80% أو 70% تروح الموازنة للرواتب وليش وصلت يعني هاي مشكلة وهو في كل دول العالم المتطورة أنه تعتمد الدولة على المؤسسات وعلى الاستثمار حتى تعين وشغل كوادرها ومواطنيها لا إلا العراقي اعتمد على القضية معينة بدون الاستثمار قضية أساسية قضية أساسية ممكن توضع أنا كنا نتحدث مثلا قبل 2003 نقول أنه أكو عسكرة المجتمع الجيش العراقي هقد عدده أكثر من اللازم شو اللي حدث بعد 2003 عدد الجيش أكثر صار أكبر المشكلة أنه الموظفين عدده مش قد زاد أضعاف وصل إلى حاليا يعني عدنا تقريبا أربع ملايين موظف كذا مليون متقاعد هاي إشكالية كبيرة شو نوصلنا إلى هذه المرحلة والمشكلة أنه هاي الانتاجية هذا تراهه الكبير في جسد الوظيفي للدولة العراقية الانتاجية للموظف العراقي بحدود ساعة بالأسبوع هاي مشكلة كبيرة الهيكل الاقتصادي الغير منضبط وما بأي رؤية اقتصادية نعم هذا اللي وصلنا لا وجود صناعة لا وجود زراء لا وجود الاستثمارات بحيث تمتصل طاقات العاملة المشكلة الدكتور اللي مر بيها يعني حتى كل السياسيين يدركوها ويعرفوها والمختصين بأشياء الاقتصادي يعني ما يصير أي شركة استثمارية تجي للعراق أو تعمل بالعراق إذا ما تروح إلى روتين قاتل وهذا الروتين بسببه الفساد الإداري والمالي حتى ناخذ الكوميشن يعني الكوميشن أصبح هو السياسة المفروضة في كل وزارة وفي كل مشروع ولهذا تعطلت المشاريع الاستثمارية بالعراق وأصبح وضع المواطن العراقي هو وضع الاعتماد على الدولة في التعينات منذ 2003 وأصواتنا مباحث قانون الاستثمار يجب أن يكون بطريقة يسهل عمل الشركات المستثمرة لا تعرق العملهم بالتالي أنت تكون طاردة بالأساس بيئة العراق الأمنية هي طاردة نعرف نحن رأس المال جبان كقاعدة اقتصادية رأس المال جبان ما يجي استثمار في مناطق غير مستقرة أنت عندك لا استقرار عندك قانون استثمار يعيق الشركات اللي ممكن تجيب تستثمار بالتالي وصلنا إلى نتيجة استسهلوا هذه الموازنات الانفجارية استسهلوا طريقة تعيين والتعيين هنا نشوف الفساد أنت بنتجي تعين هذا العدد الكبير وانت ما محتاجه بمعنى شنو هذا حتى تكسب إليك كأصوات انتخابية هاي الطريقة بهذه الطريقة تمت إدارة الدولة وصلنا إلى نتيجة اليوم يقولك 80% من موازنة العراق تروح للرواتب طيب من تساوت هذه الطريقة هذه مشكلتهم مشكلة الدولة والحكومة بسبب السياسة الخاطئة السياسة الاقتصادية هذا ما أقصد بي لكن تحدث أحد المتظاهرين وقال على كل السياسيين يعني أنه يتعلمون من ثورة الحسين ثورة الإمام الحسين يعني كلام جميل جدا هل أدرك السياسيين هذا اليوم اللي موجودين بالعراق الخطر اللي مربي العراق لا أعتقد أنه الإدراك قليل بسبب أنه هناك صراعات حقيقية موجودة اختلاف في وجهات النظر وقالت لك بالبداية أنه لا وجود الاتفاق على شكل الدولة طريقة إدارة الدولة حتى هوية الدولة كيف تكون هناك صراع كبير صراع فرض إرادات إرادات بالتالي أصبحت إحنا أدنى ثلاث مكونات سني شيعي كردي وكل طرف يحاول أنه نعم هذا اليوم هذا اليوم إذا نشوف الأزمة أيضا في إقليم كردستان يعني رغم يعني دائما نسمع عن يعني الإعمار وأيضا الأمان والاستقرار في إقليم كردستان لكن هذا اليوم انكشفت الأمور وأصبح المواطن في إقليم كردستان المواطن العراقي أيضا يطالب بالخدمات ويطالب بإقالة الفاسدين والمفسدين في الأقليم وشاهدنا في هذه التضامرات العارمة يعني أصبح المواطن العراقي من الجنوب للشمال يدرك نقطة مهمة جدا علينا إقالة الفاسدين والمفسدين حتى نقدر نمضي في دولة ديمقراطية دولة حقيقية تحترم المواطن وتحافظ على أموال البلد شوف إحنا ذرد مباوع نشوف أنه البصرة هي اللي يتمول ميزانية العرافة العاصمة الاقتصادية وضعها العمراني كلنا نعرفه شون المناطق الغربية وضعها العمراني العاصمة بغداد وضعها العمراني كانت دائما كردستان نتحدث عنها هي نقطة الضوء الوحيدة أو الأمل اللي ممكن أنه في العراق بصرف النظر عن الاختلافات التقطعات السياسية لكن هذا اليوم كشبت الأمور كلها اليوم الإشكالية الكبيرة في كردستان في كردستان نعم هناك كثير أيضا من الصراعات المخفية بمعنى أنه من التسعينات وما قبل التسعينات التجربة الكردية دائما كان أكبر أكبر قاتل إلها هو الصراعات البينية الكردية اللي منعت تشكيل دولة كردستان منذ الأشينات في زمن محمود الحفيد في وقتها البرزانيين وصلنا إلى قضية أساسية أنه هاي الصراعات نعم اختفت ما بعد 2003 أو غطيت نتيجة الصراع اللي موجود ما بين كردستان وما بين بغداد اليوم أيضا في كردستان الصراع على الزعامة كشف الكثير من المشاكل بمعنى أنه هناك كثير من الشعارات اللي تحاول أن تسوق للمواطن بمعنى أنه أنا كزعيم ممكن أقدم الحلم الكردي ممكن الدولة الكردية لكن عندما يمس الكرسي لا تتغير الأمور فإذن نعم إشكالية كبيرة لكن هناك وعي وعي موجود في كردستان لكن أصلينا نقطة مهمة جدا يعني قلت أنه من يمس الكرسي تضغير كل الموازين والمفاهيم لدى أساسة العراقيين ومن ضمنهم رئيس أقليم كردستان أريد نعرف هذا الكرسي العراقي الكرسي اللي هو يعني كرسي يعني كل السياسيين اللي موجودين متمسكين بي أريد نعرف هيت إجاب أموال وثروات طائلة لأبنائهم ولهم خارج وداخل الإراق حتى متمسكين بي إلى هذه الدرجة هي قضية إنسانية أو فطرية مسألة أنه حب السلطة هذا موجود فطري ممكن نشوفوا إحنا الإشكالية الكبيرة اللي واجهناها دائما لم نصنا لكن أصبح هذا الجوم الكرسي والسلطة في العراق هي مغانم هي فلوس هي فساد هي الظلم هي سرعة هذه أصبحت حقيقة يعني الكل يعرفها وأصبح الكرسي أهم من كل العراقيين وأهم من ناخبي وأهم من كل شيء وأمثلة كثيرة أنه أنه بلدان ثرقت على مدى الكرسي على مدى السلطة نعم على مدى السيحة والفساد والظلق إذن نحتاج إلى كيف نغلق المنافذ على من يتصلطون أو من يصلون إلى مراكز السلطة اللي لا يتأبدوا بها ويبقوا هذه وحدة ومع ذلك اليوم حتى هذه القواعد القانونية والدستورية وشفناها في كردستان لم تمنع محاولة مواطلة رئيس أقليم كردستان في أن يبقى في الحكم نعرف حين انتهت إذن القواعد الدستورية قانونيا يعني ما أصبح قانونيا لكن هناك مساعل هي هنانا التخويف اللعب على الكثير من المناطق الحساسة للمواطن وبالتالي يحاول أنه يقدم نفسه كمنقذ كضمانة هو الوحيد الضمانة الشخص والضمانة مع أنه شخص عمر مكان ضمانة نعم مثل ما عملت الأحزاب السياسية العراقية الكبيرة هي الضمانة الحقيقية للطائفة ودخلتنا في سراعات طائفية مقيتة يعني لفتلات معينة والكل يدرك هذا أكو شيء نسميه الاستبداد الشرقي ضمن الشخصية الشرقية أنه هذا الاستبداد الشرقي الشخصية الزعيم والقائد اللي يحاول أنه يقدم نفسه هو المنقذ هو بدونه راح يضيع كل شيء مع وجوده هو الضامن للإزدهار للأمل للمستقبل للحماية لعدم يعني وجود عدو لكن اتحدث أحد أيضا المتظاهرين كلام جميل جدا وقال يعني أنتو تسكنون في قصور صدام ويعني اتحدث أشياء كثيرة جدا أنت سمعت ويانا وقال يعني أنتو يعني حتى أبسط الأشياء الصحة التعليم كلها كانت غايبة عنكم يعني والمفروض أن هذه القصور تتحول إلى مراكز صحية لخدمة هذا المواطن أنا بدأ أراهن اليوم لازلت ما أقدر أراهن على الزعامات الحزبية في كل العراق إذا كان في كردستان وإذا كان في باقي مناطق العراق الرهان الحقيقي وين على وعي المواطن وعي المواطن هو هنا نريد أن نربط أحنا بيئة التظاهرات هذا اليوم أصبح المواطن لديه وعي كامل وكبير مواطن كامل حتى لنروح لنروح التظاهرات التي موجودة هذا اليوم في الجنوب وفي الشمال وفي بغداد أصبح للمواطن العراقي وعي كامل وكبير في المناطق الجنوبية أمان لكن المواطن منطلع والظاهر وطالب بإقالة الفاسدين والمفسدين أيضا مجالس المحافظة في هذه المحافظات أكيد أصبح للمواطن وعي وإسراء ودعم للحكومة لإقالة المفسدين والفاسدين حتى نكون مفرطين بالتفاعل نعم هناك خطوات باتجاه تشكيل أو بناء وعي جمعي عراقي لكن وصلنا إحنا للوعي لا ما نزلنا للوعي نتيجة أيضا لظروف قاهرة أكبر من المواطن أكبر من قدرتها على الوعي هناك ظروف يعني مسألة أنه هي اللعبة المكون ولعبة التخويف هاي تقلل الوعي بشكل كبير بمعنى أنه الإنسان بالدرجة يريد الأمن من يجي الطرف حزب معين يقول لك أنه أنت مهدد من المكون الفلاني نعم بعد ليه طالبك مريد طالبك لا بخدمات يخليك تفسد يخليك أنه تنهي بالدولة المهم أنه يقدم نفسه وتحامل هذا المكون مثلا تخلص من هذه الأحزاب الفاسدة نحن من نتحدث عن الكل لكن أكو بعض الأحزاب الفاسدة وخلي أوضح نقطة للمواطن والمشاهد العراقي نحن مو ضد نائب رئيس الجمهورية ولا ضد نائب رئيس الوزراء وحتى لو الدكتور حيدا العبادي أقال نواب رئيس الجمهورية ليس شيء كبير جدا لسبب واحد أنه يعني ما يشكلون ميزانية كل شيء كبيرة لكن حبينا أنه هذه الحركة أو هذا التصريح الكبير من الدكتور حيدا العبادي أنه كسر حاجز الخوف نحن كمواطن شعرنا دكتور حيدا العبادي كسر حاجز الخوف بإقالة نواب رئيس الجمهورية لكن باقين هما بالعافية عليهم المناصب وأيضا المخصصات والامتيازات ونحن موضتكم لكن نتمنى أنه الكل تلتزم بالإصلاحات حتى يمضي الدكتور حيدا العبادي بإصلاحاته الحقيقية أيضا نواب رئيس الوزراء معترين يعني عندهم اعتراضات كبيرة حول إقالتهم من منصبهم نشوف يعني دائما نتابع أنه السياسي أصبح يدور على المنصب وعلى الكرسي قبل ما يدور على خدمة أبناء منطقته وأيضا خدمة العراق نتمنى أنه تتخلصون من كراسيكم وأحزابكم ويكون وطنكم العراق كافي بعد ملينا يعني دكتور ملينا يعني ملينا كافي هاي تدشر ناس الظاهر وكل شيء لابس لابس معنا قلنا إحنا أكو أكو مسائل فطرية يعني هي بالإنسان لابس هو يريد يتمتع بهذه القضايا بس أنت في مقابلها يعني خليه يتمتع أدي خدمة يعني بالعافية عليكم وتمتعوا أنت وجهالكم كل السياسين أنت وجهالكم وعوائلكم وتمتعوا لكن تمتعوا طعم الناس مو تتمتع أنت والناس نايمين بالعراق الناس نايمين ببزيبز الناس نايمين بالمخيمات الناس ما عندهم ما يحلوا بالبصرة يشربوا مو هو قاعد يتمتع وأولاده تتمتع بلندن وأمريكا وأوروبا والناس ما عندها مكان والناس غرقت اليوم بالبحر حتى تصل لاجئ في دول أوروبا هذا الفساد هذا الفساد الذي موجود هو منع خدمة للمواطن وبنفس الوقت ساهم في إدخال الإرهاب ساهم في إسقاط محافظات كاملة في العراق لو لا هذا الفساد الذي موجود في الدولة أنطيني نقطة أمل أنطيني نقطة الضوء هل يوم المواطن يريد يعرف أكو نقطة أمل أكو نقطة ضوء في محاربة الفاسدين المفسدين هل هناك تكاتف جهود كبيرة من الكتل السياسية حتى نقدر نخلص من الفاسدين والمفسدين هل نقدر نعيد العراق الجميل عراق بغداد ألف ليلة وليلة إلى وضعه الطبيعي دائما أكو نقطة أمل دائما أكو نقطة أمل دائما ممكن أنه يكون تغيير لكن هناك أدنى مسارين أما هو المسار الجذري واللي طالب به العديد من المتظاهرين وأعتقد أن هذا المسار الجذري ما ممكن يتطبق في ظل الظروف الداخلية في ظل الظروف الإقليمية في ظل الظروف الدولية ما مسبوح أنه يتطبق وأعتقد أنه حتى التغيير الجذري ما رح يجيب إيجابيات للعراق وواحد من المتظاهرين يتحدث كمقارنة ما بين أقام مقارنة ما بين السيدة العبادي بدي يقول له رح شوف عبدالكريم قاسم الظرف يختلف نعم نحن مو في زمن عبدالكريم قاسم لا الظرف الدولي ولا الظرف العراق ولا الظرف الإقليمي نعم نعم بكتور خلي أنتقل إلى مراسلنا بالبصرة وخلي نشوف أوضاع البصرة والتظاهرات هناك أهلا وسهلا بك عدنان تسمعني؟ علي تسمعني علي عدنان؟ نعم أريد أعرف الأجواء هذا اليوم بالبصرة وأريد أعرف المتظاهرين أعدادهم وشنو الشعارات اللي رفعوها يعني في بغداد هيهات من الذلة أريد نعرف الشعارات اللي رفعوها بالبصرة والعداد اللي موجودة نعم أكيد انتلاق التظاهرات الجمعة الحادية عشر اليوم في البصرة أمام مبنى المحافظة بمشاركة تخص نتقص منظمات السمم مدني وعصرات شعبية وطالب رئيس وزراحة أيدالل أبادي بسنفيذ حزمة للصاحات اللي أطلقها وأيضا هناك نتافات تنديد بإقالة المحافظة و25 منصف المدير عامضة على خدمتهم أربع سنوات ينتمون لأحزار سياسية نعم علي تحدثت عن اللافتات اللي رفعت في ساحة التظاهرات في البصرة نعم أيضا هناك نتافات رفعت من قبل المنظمين التظاهرات وطالب أولا بتأهيل المصانع المتوقفة في البصرة وتحسين منظومة السيار والكهربائي حيث شهدت أغلب مناطق البصرة يعني أكيد هذا اليومين أجواء حارة بالإضافة إلى توفير صرف عمل من الشركات النقصية في البصرة وعلى رأسها معالجة مشكلة ملوحة المياه التي أثرت على الحياة اليومية وسببت أمراض كثيرة وأيضا أثرت على الزراعة بالإضافة إلى الوضع الخدمي المترضي الذي لا يليس في أساس البترول وعلى مستوى ثاني أكبر المدن النفسية في العراق من خلال صرف مبالغ البترولولار والغاز والمنافذ الحدودية الحد من ظاهرة الاختيالات والمراحقات والخطف والقتل التي أطالت نخب مختلفة من رموز البصرة بينما منظمي التظاهرات والناشطين المدنيين وأيضا توفير فرض عمل للشباب للحد من ظاهرة الأجرة إلى بلدان أغرب والضرب بيد من حديد على مبسدية الدوائر وأهمها مديرية المرور في البصرة والجوازات والجنسية وتزيل العقاري وأكيد القمارك وأكيد هناك أسادا أحد منظمي التظاهرات اللي هو دكتور عبد الأمير حيدر عبد الأمير بدور الحكومة المحلية بالسعي لإلغاء قرار ضريبة المبيعات من قبل حكومة البصرة المحلية والتي أثرت على سير عمل المنافس المتظاهر المستمرون في كل يوم أريد أعرف نقطة مهمة الإجراءات الأمنية لحماية المتظاهرين في البصرة نعم أكيد هناك أطوق أمني من قبل قيادة الشرطة البصرة بانتشار قوات الأمنية لحماية المتظاهرين وقوات الشغب أيضا هناك تعال مسترق ما بين قيادة الشرطة البصرة وقيادة العمليات من أجل حماية المتظاهرين الانتشار الأمني جاء وفق خطة مدروسة أكيد وضعت خلال شهر محرم ووضعت خلال حسبانها لتظاهرة اليوم علي أيضا أريد أن أتحدث عن أبرز ما تحدث بالمتظاهرين تحدثت عن نقاط مهمة جدا طالب بالمتظاهرين في البصرة لكن هل هناك حديث خاص من قبل المتظاهرين البصرة نعم ذكرت لحظة مهمة أشاهده بها هي أكيد منظمي التظاهرات هي دور الحكومة المحلية للسعي لمفاتحة وزارة المانية والجهات المعنية للسعي لإلغاء قرار ضريبة المبيعات التي أكيد انطلقت مؤخرا والتي أثرت على سير المنافذ اليوم هذا القرار أكيد أشاهده بي الكثير من المتظاهرين والمواطنين الذين ينظموا التظاهرات من المنافذ الحدودية هذا القرار الذي أوقف العديد من دخول المواد المختلفة وهمها المركبات اليوم هذا القرار هو القرار المهم الذي أكيد تحقق لمطالب المتظاهرين واليوم حركة المنافذ بدأت منذ انطلاق أو إلغاء هذا القرار نعني علي نحن نعرف أنه بداية انطلاق التظاهرات هي من البصرة يعني وبدماء الشهيد منتظر يعني أصبح للبصرة عنوان خاص للتظاهرات لكن أريد أتحدث أيضا عن نقطة مهمة جدا هل يوجد هناك تعاون بين مجلس محافظة البصرة وبين المتظاهرين؟ أكيد لم يكن هناك يعني أي استجابة يعني من قبل الحكومة المحلية لإستلام مطالب المتظاهرين هناك تأثار كثيرة يعني وشعارات اليوم رفعت من قبل المتظاهرين تنتهي في إقالة محافظة البصرة وأعضاء مجلس المحافظة ورئيس مجلس المحافظة لكن لم يكن هناك أي خروز لأي مسؤول يستلم مطالب المتظاهرين وهذه الجمعة الحادية عشر في البصرة لم تجهد حضور أي مسؤول اليوم لإستلام مطالب المتظاهرين وهذا يعني أتار السياق الشارع البطري وهناك أزرار من سبل المواطنين متمرون في كل يوم جمعا حين تحقيق مطالب المشروعة وإن لم تحقق منها أي واحدة أكيد اليوم لحد اليوم يعني اليوم متمرت تظاهرات كل يوم جمعاني في تحقيق المطالب شكرا جزيلا علي عدنان الدكتور اليوم نشاهد البصرة ثلاثة شرؤية الظاهر ضد إقالة الفاسدين وأيضا عدها مطالب خاصة يعني لأبناء هذه المحافظة يعني يشعرون بالضيم ويشعرون أن هناك اضطهاد لأبناء محافظة البصرة يعني أبسط شي حقوقهم الخدمية ما حققوها وهما أكبر عاصمة اقتصادية عراقية محافظة الصدر النفط هي البصرة يعني خليل تحدث بكل صراحة حيث في أمريكا واشطن العاصمة السياسية ونيويورك العاصمة الاقتصادية اليوم البصرة هي العاصمة الاقتصادية اللي تمول العراق بالنفط وتشاهد ثلاثة شرؤية المتظاهرين يقفون ويطالبون بحقوقهم وأيضا يعني نشاهد تسويف من قبل الحكومة المحلية وأيضا الحكومة الاتحادية شوف هذا التناقض ما بين أنه التروة اللي موجودة في البصرة وما تنتجها وما بين الواقع الاقتصادي إلى يعني إلى أين يؤدي للاحظنا هناك مطالب دكتور خلينا أخذ هذا الفاصل ونكمل حديثنا مشاهدين الفاصل ونعود لكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اه نور عيون شلونكم عيون اشتاجة لعيونكم افرح من جلد ومن روحي افرح 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 لما اسمع الصوت موسيقى 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 أهلا وسهلا بكم مشاهدين ومستمرين هذا اليوم بالتخطية للتظاهرات في جميع محافظات الإراق دكتور الشعارات اللي نرفع الشعارات جميلة جدا بكتونا باسم الدين هيهات من الدلة يعني الشعارات المواطن عبر بيها عن استياءه يعني استياءه الكبير للسياسيين نحن نتحدث عن بعض السياسيين اللي مثل ما تحدث المواطن العراقي باسم الدين بارغون نعم هاي الشعارات اعتقد انه واقعية وحقيقية الكثير منهم قبل قليل نكونوا نتحدث احنا عن البصرة يعني البصرة وما تمثله من خيرات وما يمثله واقعها من مأساة هناك اشكالية كبيرة ممكن انه تشوف احنا اليوم في البصرة هناك مطالبات في ان تكون البصرة اقليم مستقل نعم مسألة الاخاليم في الدستور العراقي مباحة لكن بهذه الطريقة ولي البصرة البصرة باهمية الاقتصادية لا تشكل مخاطر كبيرة بدأ لي على صانع القرار في المركز ان يفهم في طريقة ادارة هذا البصرة كيف هي مطالبها شون ممكن انه يوصل لها الخدمات بطريقة او باخرى ونحن كنا نعرف احنا اليوم البصرة تشرب بمي مالح هاي مأساة كبيرة جدا شوفوا القضية اليوم اي صانع قرار اذا كان العبادي اذا رجع المالكي اذا خلقنا قائد بمواصفات ما راح يقدر يسوي شيء بسبب بسيط اليوم الامكانيات المادية للدولة ضعيفة بالتالي هاي وحدة من المعوقات الكبيرة لكن بنفس الوقت نعم لكن نرجع الى نقطة مهمة جدا دكتور اذا كانت هناك سياسة اقتصادية سياسة مالية راح نقدر ننفتح على الاستثمار وايضا نشط مصادرنا الاخرى الزراعة وايضا الصناعة هذا اليوم اصبحت السياسة الاقتصادية والسياسة المالية سياسة ضعيفة جدا الازمة الاقتصادية اليوم قد تمثل فرصة ذهبية لبناء الاقتصاد او لاصلاح الهيكل الاقتصادي والخلل الاقتصادي قد تكون فرصة ذهبية على الحكومة العراقية ان تستثمرها عدها المبررات الحقيقية في الشروع باجراءات اقتصادية نعم هي صعبة مؤلمة يتضرر منها المواطن لكن على المدى على الاقل المتوسط ستنعكس بشكل ايجابي هذه فرصة ذهبية على صانع القرار السياسي على المستشارين الاقتصادين ان يفهموا هذه القضية ان لا تتكرر هذه القضية انخفاض اسعار النفط بهذا الطريقة وماكو امل كبير في انه ترجع الى 100 دولار الى سنوات اخرى بالتالي نعم اليوم منمكن ان نبدأ نقطة الشروع نفط وصل 160 دولار ما رح يوصل الى الميجانيات هو مذنب المواطنين نعم الخطأ من اللي يتحمله اللي يتحمله طبعا الحكومات الحكومات المتعاقبة نعم الحكومات هي من يحمل الكتل السياسية الكبيرة ولهذا يعني يتحمل الكتل السياسية الكبيرة الكل يتحمله المسؤولية هذا الانهيار الاقتصادي في العراق لكن دكتور نتحدث عن الشعارات اللي رفعها المتظاهرين في جميع انهاء العراق شعارات واقحية ومنطقية وشعارات يعني البعض من يقراها يشوفها اي شعارات تمس يعني السياسي بشكل مباشر يعني وتعبر عن هموم المواطن اتحدث لي عن المواطن العراقي اللي اصبح هذا اليوم قوة وورق الضغط يعني كبيرة يعني عند السياسيين هل اصبح او اصبحت الكتل السياسية اليوم تتخوف من هذه التظاهرات الكبيرة هذه التظاهرات اللي مستمرة ثلاث تشر والمتظاهرين مصررين ومواقفين وايضا ما يقبلون يستسلمون الا التحقيق مطالبهم المشروعة التظاهرات الاولى لو كنا نلاحظ جميع السياسيين بسلطاتهم المختلفة اذا كانت السلطة التنفيذية اذا كانت السلطة التنفيذية التشريعية الجميع وقفوا حالة استعداد للمواطن العراق لهذه التظاهرات خوفا من التظاهرات خوفا لكن بعدين ما شفنا شيء يعني بعدين ما شفنا السلطة تحاول السلطة على عرض الواقع السلطة تحاول ان تلتف خصوصا انه حزمة الاصلاحات او مطالب المتظاهرين على الاقل ستمس مصالح العديد من القوى السياسية الكتب السياسية الموجودة لن تسمح نعم هي خوفا من التظاهرات الاولى ردت فعلها كان واضح جدا هذا الخوف به لكن بعدها لا حاولت تلتف حاولت بعض القوى السياسية ان تقترق التظاهرات حاولت انه انه تهدد البعض حاولت انه تغري البعض بحيث انه هذه التظاهرات لن تبقى بزخمها اليوم اليوم المواطن المواحد على الحكومة وعلى الدكتور حيدة العبادية على الدكتور سليم الجبورية على رئيس الجمهورية ان يسمع هذا المواطن وهي المشكلة يعني هذا حق مشهور يعني يغيرونا نظام بتو 30 سنة وجابونا الديمقراطية وهاليوم نتظاهر وكل شي ماكو ما معقوله المشكلة واحد من المتظاهرين او المراسك ومعتقد في البصرة تحدث عن قضية اساسية انه ما يكون احد يجي استلم مطالب هي مقضية انه يستلم مطالب المطالب ممكن ان توصل عن طريق الاعلام لكن طريقة تعامل السلطات المحلية او السلطات في بغداد مع هذه التظاهرات بطريقة الاقل المفروض انه تحترم هذا الصوت العراقي هذا المتظاهرين الخارجين يعني في كل اسبوع يريدون مطالبهم وحقوقهم اعتقد انه طريقة التعامل لا اخذت جانب نوعا ما بعد ان خفت زخم التظاهرات لا السياسين بدوا يستسلوها لذلك لذلك اذا اردنا ان نخلق وعي او نجبر ما يخلق وعي عند السياسي السياسي وعيه بمصالحها السياسية اذا اردنا ان نخلق ضغط يجب ان تستمر هذه التظاهرات ويجب ان يزيد زخم هذه التظاهرات بمعنى احنا مو انتهى فصل الصيف ورح ندخل فصل الشتاء وانتهت ازوة الكهرباء او خفت على الاقل في شهرين قادمين تنتهي التظاهرات اذا انتهت ما رح نترجي خير القضية الاساسية نقطة الضوء اللي قبل قليل والامل اللي قلت علي حضرتك الامل وين يتحدث انه هذه التظاهرات ممكن ان تقلق الوعي وبالتالي تفرز طبقة سياسية جديدة ممكن ان تزيح هذه الطبقة سياسية مو ازاحة بثورة منشمرها لا بس هو انتقال طبيعي تفرز طبقة سياسية جديدة ممكن ان يكون لها دور مستقبلي في عادة ترتيب البيت العراقي بالشكل اللي يخدم المواطن هذه الريهان الحقيقي اللي ممكن انه انه انسير به اما انه التظاهرات اتقل اتخف لا اتأكدي انه الطبقة السياسية لن تحقق اي اصلاح لانه هي مستفيدة من وضعها بشكل او باخر او على الاقل جزء كبير من هذه الكترة السياسية مستفيدة من وضعها ما تريد انه تغير هذا الوضع امتيازاتها مستمرة متى نتخلص متى نتخلص من يعني يعني المحاصصة المقيتة المحاصصة السياسية المحاصصة الطائفية متى يتخلص المواطن مو سهل مو سهل حتى هتنكون واقعيين يعني مو سهل القضية مو بين يوم وليل لذلك نتحدث ثاني عن انه ممكن هذا الوعي في هذه التظاهرات وحتى بعض التراكمات يعني مو فقط اليوم نعم ممكن تخلق او تفرز من الطبقة السياسية الجديدة هذه الطبقة السياسية الجديدة هي على عاتقها انه تزيل هذه المحاصصة اما ان نتأمل من الطبقة السياسية الحالية انه غدا تأتينا وتقولنا انتهذ المحاصصة ماكش يسمى بعض محاصصة ماكش يسمى إحنا نتعامل أنت من مكون سني وأنت من مكون شيعي وأنت من مكون كردي نعم وكثير من الكتل السياسية ذا اليوم زعلانا على الدكتور حيدا العبادي ورح نجي نعاملكم كمواطنين الكتل السياسية حاليا لم تفعلها نعم كثير من الكتل السياسية زعلانا على الدكتور حيدا العبادي اللي نقولون المحاصصة اللي جينا بيها المحاصصة السياسية ما سيتتجاوزها وإذا تتجاوزها يعني أنت هدمت العملية السياسية وهذه المشكلة المشكلة اللي دائما المواطن العراقي يشعر بظلم منها يعني يا تكون أنت تابع لجهة سياسية حتى تكون ضمن المحاصصة لهذا الحزب ولهذه الجهة وتقدر تحصل على حقوقك أو كل شيء أصبح محاصصة حتى المحاصصة عد المواطن العراقي هذه المحاصصة يعني سبب رئيسي وأساسي إلى ما وصلنا عليه لكن نريد أن نرجع للأصل هو الديمقراطية التوافقية كمرحلة انتقالية كان ممكن أن تؤدي أدوار إيجابية المشكلة لأنه طريق التعامل الكوتر السياسية مع هذه الديمقراطية التوافقية حولتها إلى محاصصة مقيتة لا وصلتنا إلى حال مزري بالتالي الطبق السياسي اللي نتأمل من الطبق السياسي اللي موجودة حاليا أنه هي ترفض المحاصصة وبالتالي تقدم للمواطن العراقي تقول لهذه المحاصصة أدتك هذه المحاصصة اللي تقدم والتالي انتهت المحاصصة رح تتعامل وياك كمواطن يعني أنا أقصد دكتور يعني نقطة مهمة جدا يعني المواطن العراقي أيضا أصبح يعني يدرك نقطة مهمة جدا أنه هذه المحاصصة خليني أحدث بكل صراحة المحاصصة الطائفية اللي موجودة وعلى أساس الشكلة الحكومة هم يسموها المحاصصة التوافقية لا نحن نقول المحاصصة الطائفية القومية العرقية شو ما يسموها خلي يسموها أصبح أنه هذا السني إش قد عندي أنا وزارات لأن أنا حتى أروح أتعين بفلان وزارة سنية ومثل ما تحدث المتظاهر هاي وزارة الشيعية حتى أروح أتعين بالوزارة الشيعية هاي وزارة كردية حتى أروح أتعين بالوزارة الكردية وحتى هاي وزارة تركمانية حتى أروح أتعين بالوزارة تركمانية أيضا المواطن العراقي أصبح يدرك أنه لما هذه المحاصصة اللي موجودة بين الكتل السياسية اللي هي حمد طائفته حمد قوميته حمد يعني القوميات والعرقيات اللي موجودة بالعراق هل هذا صحيح؟ شو اللي يغذي هذه الطائفية؟ نقطة أساسية اللي يتغذي كل هذه الطائفية وبالتالي ممكن أن تستمر المحاصصة أنا أريدك تجاوبني عن نقطة مهمة جدا هل أصبحت هذه تقافة مستشرية في المفهوم العراقي؟ نعم هناك شرائح نعم حتى أيضا نكون واقعين نحن ما مجرد أنه نشوف المتظاهرين والمتظاهرين دا يدعون إلى النهاء المحاصصة ما يعني هذا أنه هناك مجموعات عراقية من المواطن العراقيين مؤمنين بهذه المحاصصة مؤمنين بها هذا ما نتحدث فيه ولهذا في الانتخابات يعني نشاهد نفس الوجوه ونفس الكتل كلها تنعاد وتطلع في القوائم ويفوزون بالانتخابات ولماذا من يغذي هذه الطائفية؟ من يغذي هذه المحاصصة؟ هي عملية الاستقرار عندما تكون الوضع غير مستقر المواطن مهدد في حياته في أمنه نعم يلجأ إلى الطائفة إلى القبيلة إلى زعيم معين إلى الحزب محاولة للحماية مو فقط أنه الكسب لا حتى في مسألة الحماية لذلك عندما أو إذا أردنا أن نخرج من هذه القضية نحتاج إلى فترة نسبية من الاستقرار لا بد أن نحصل إلى الاستقرار ولذلك نشوف أنه حالة لا استقرار نعم تخدم بعض الأطراف السياسية الموجودة إذا كانت داخلية وإذا كانت تقليمية وإذا كانت دولية بالتالي الاستقرار ممكن أن يساهم في تراكم بناء الوعي أدل المواطن العراقي وبالتالي يجبر السياسيين أو الطبقة السياسية التي ممكن أن يفرزها على تبني النظام المدني على تبني أنه يكون مواطن تعاملوا إياه كمواطن ما تعاملوا إياه كبرد ضمن مكون اجتماعي نعم لكن دكتور خلينا نتحدث بكل صراحة المحاصصة التوافقية حتى لنسمي الطائف يا خافي سألهم مني المحاصصة التوافقية دي موجودة هذا اليوم يعني دخل على الخط التحالف الرباعي واليوم شاهدنا أيضا قسمة الكتل السياسية كتل تدعم الجانب الروسي وكتل سياسية وشخصيات سياسية تدعم الجانب الأمريكي يعني في كل شيء اختلفنا ماكو وحدة مشتركة بين الكتل السياسية لخدمة المواطن والوطن يعني ببداية إذا تقولين المحاصصة التوافقية ما رح يسعلون من عندك تبعنا هو دي يقولوها لذلك حتى في توزيع الوزارات يقول لك هاي إلى طائفتنا الوزارة فما يسعلون قضية التحالف الرباعي هذه قضية حالها حال آلاف القضايا اللي موجودة منذ 2003 اليوم اللي لاود أن يكون عليها أنه انقسام واختلاف في الرأي نحن نكون واقعيا في مسألة التحالف الرباعي المكون السني أو قادة المكون السني لن يقبلوه بشكل مطلق على تحالف تكون بإيران مثل ما أنه المكون الشيعي لن يقبل على تحالف تحالف لن يكون يعني مثلا تركيا أو السعودية هذه قضية ولذلك يعني بدء حديثنا قد لك أنه لا وجود لقيم أو مبادئ عليا للدولة متفق عليها بالتالي هاي بناء الدولة هذا المتفق عليه ما موجود في كل النقاط في كل الجزئيات في كل المفاصل أكو اختلاف وجهات نظر بين الجميع طرف يمين إلى جهة وطرف الآخر هو ضد ضد هذه القضية وحالها التحالف الرباعي حالها حال هذه القضايا بالتالي نعم اليوم نحن أيضا في أزمة أزمة مسألة التحالف الرباعي موجود هذا الأزمة تستفيد من عدة ممكن قوة دولية ممكن قوة أقليمية لكن الموطن العراقي أو الدولة العراقية لا هي تخسر الكثير من هذا الصراع وهذا الاختلاف في وجهة النظر دكتور قبل ما أنهي معاك أكيد نحن مستمرين وياكم بتخطيتنا لهذا اليوم لكن أريد منك كلمة للسياسيين العراقيين للأحزاب لدكتور حيدا العبادي رئيس البرلمان سليم الجبوري وأيضا فؤاد معصوم أنطيني كلمة لهم لأن هذا اليوم نحن والمواطن العراقي يعني نطالب بشدة بالإصلاحات الحقيقية يعني نحتاج نحتاج هذه المؤسسات مؤسسات دولة تشريعية ودع التنفيذية تحتاج بالفعل إلى رؤى استراتيجية خلي يطلعون على الأقل قليلا ضمن إطار صنع القرار السياسي من أحزابهم خلي يستعينون بخبرات خلي يستعينون بخبرات غير حزبية غير منتمية لأحزابهم بالتالي الإصلاحات اتحدث لي في الإصلاحات نعم هي في الإصلاحات لأن الإصلاحات إذا اعتمدوا مجرد على أطرافهم الحزبية لن يقدموا الكثير هذول الأطراف سيحاولوا أن يعني يحرفوا الإصلاحات بطريقة أو بأخرى النصيحة الأساسية أنه استعينوا بالخبرات غير الحزبية استعينوا بالاستشارات غير الحزبية استعينوا بشركات الخبرة والتفكير غير الحزبية ما رح تخسرون شي شوفوا رؤية ثانية هي من المواطن العراقي وراح تقدم لكم رؤية ثانية جديدة ممكن أن نساعد الكثير شكرا جزيلا دكتور مشاهدين مستمرين خلونا نأخذ هذا الفاصل وأيضا مستمرين وياكم بعد الفاصل موطني موطني الجلال والجمال والصلاة والبهار في ربا في الرواق والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالماً منعماً مضالماً مكرماً سالماً سالماً مناماً مضالماً مكرماً هل أراك في عهدك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني أراك موطني 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 والرجاء في هوا هل أرى سالماً مناماً وقالماً مكرماً سالماً مناماً وقالماً مكرماً هل أرى في عداد تبلغ السماء تبلغ السماء موطني موطني موسيقى 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 أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا مجدداً وضيفي الدكتور ستار عواد أهلاً وسهلاً بك دكتور والتظاهرات مستمرات للتشر وأنتم متواجدين في ساحة التحرير طالبون مطالب شرعية بإقالة الفاسدين والمفسدين أريد أعرف هذا اليوم شنو كانت مطالبكم مرحباً بيتستايفا مرحباً بالمشاهدين الكرام هذه الجمعة يعني صار ثلاثة أشهر المتظاهرون يخرجون إلى ساحات التحرير لن يثنيهم أي تصريح ولم تثنيهم أي بيانات خطابية تحاول تهديئتهم دون أي فعل حقيقي ودون أي نية حقيقية لإصلاح المنظومة السياسية والمنظومة الإدارية في الدولة استمرار التظاهرات لا يعني أن المتظاهرين ممكن أن يملون أو يكلون من الخروج إلى ساحات التحرير في جميع المحافظات لكن استمرار التظاهرات يعطي رسالة إلى أن هذه الطغمة السياسية والحكام السياسي لا يستطيعون تحريك الساكن هم كما قال العبادين لا نستطيع أن نحرك ساكن لوجود معارضة حقيقية من هذه الإصلاحات في الخطابات الجماهيرية وفي الندوات التلفزيونية الكل مع الإصلاحات ولا يحترض أحد لكن في الخطابات السرية وحينما يصل الأمر إلى التوقيع وإلى أصدار الكتب الرسمية تجدين ألف معترض وألف علامة استفهام نعم قيام هذه الدولة ووقوف هذا العصب الدولة الحقيقي هو قام على الفساد وقام على فساد المؤسسات يعني لو لا هناك نية أو جدية حقيقية بإقالة المفسدين لن يبقى هؤلاء ولا نفر منهم نعم لأن كل متورط في ملفات فساد أحزاب كبيرة تمتلك شركات وتمتلك مصارف وتمتلك بنوك كبيرة متورطة في غسيل الأموال وفي فساد وحتى التلاعب بقوط الشعب العراقي نعم لكن دكتور هذا اليوم يعني شاهدنا المظاهرات نخبوية يعني إعلاميين مثقفين فنانين متواجدين في ساحة التحرير ورفعوا شعارات مهمة جدا هي هي هات من الذلة نتحدث عن هذه الشعارات باسم قيم باقون الحرامية يعني كلا كلا للفاسدين شعارات جميلة جدا يعني هل هناك آذان صاغية لهذه الشعارات من قبل الحكومة من قبل مجلس النواب العراقي نعم تفاعل المتظاهرين والتنسيقيات الموجودة في بغداد وفي المحافظات في اختيار شعارات تتناسب مع المناسبة الحالية وهي شهر محرم وذكرى ثورة الحسين عليه السلام هذه الشعارات هي جاءت لرد التخرصات والتصريحات التي تتهم هؤلاء الجموع بأنهم ملحدين بأنهم علمانيين بأنهم يريدون البلد إلى الهاوية هذه التظاهرات هو من عمق الدين ومن عمق ثورة الحسين الذين يقولون نحن ننتمي إلى هذه الثورة لكن حينما يعني تذهب هذه تذهب هذه يعني الاتهامات الباطلة من خلال رفع الشعار نحن لدينا أي مشكلة مع أي كتلة سياسية ومع أي توجه ديني سواء كان علماني أو آيدلوجي أو حتى قومي المشكلة مع طغمة فاسدة ما أي ثوب تنتمي إلى هذا هذا الطغمة سواء كانت علمانية أو مدنية أو إسلامية نحن نستهدفها في المظاهرات وفي الشعارات نعم هايهات مننا الذلة هو شعار رفع في ثورة الحسين واليوم يرفع على نفس المطالب لأنه هي الثورة اليوم الحقيقي هي ثورة إصلاح ضد المفسدين وضد الفساد نعم الخشية أنه من استخدام هؤلاء السياسيين لهذه الشعارات وللمشاعر وللمجالس الحسينية التي تقام وهو عمل لباس ثوب ثوب الحسين بهذه الأيام هو يعني لا ينمي عن صدق وعن حقيقة هو مجرد تمثيل ومجرد رياء يريدون أن يهمون عامة الناس من الشيعة ومن السنة بأن نحن على خط الحسين هل أن خط الحسين أو كان الحسين يمتلك ألف حماية أو يمتلكون القصور هذه الأفعال هي أفعال يزيد وليست أفعال الحسين هل أن الحسين بات يوم وفي قريته جائع اليوم يشوف السياسين ولا يديرون بال ولا أهمية لكل المسائل المسبيات نازحين المهجرين والمهجرين والفقراء والعاطلين عن العمل هذه كلها بمسؤولية الدولة إذا كان يدعي هو حبه وانتماءه للحسين هناك مبادئ الحسين ليس الشعارات فقط وليس أنه أخذ من أموال الناس وتبني حسينيات تأخذ من أموال الناس وتطبخ وتوزع في يوم العاشر نعم نحن ما نعرف بنيتهم لكن نحن نشوف الأفعال هذه المهجرين والنازحين نعم هناك أفعال تدل على نياتهم نشوف البطالة وعدم توفير الخدمات والأمان لأبناء شعبهم نتمنى أن هاي الفلوس اللي طبخوا بيها والفلوس اللي فتحوا بيها مجالس عزاء أنه يصرفوها على أبناء الحجد الشعبي وعوائلهم وعلى شهدائهم وعلى أبناء العشائر وعلى المقاتلين وقواتنا الأمنية اليوم نحن نحارب داعش كافي هاي مزايدات مزايداتكم كافي خلوها النفسكم هاي الفلوس خصصوها للحجد الشعبي ولأبناء العشائر ولقواتنا الأمنية ولعوائلهم اللي هذا اليوم موجودين وتعرف المعيشة كل الصعبة هم تورطوا في قضية في صبغة الدولة يعني أصبغوا الدولة بصبغة دينية هذا أكبر خطأ في تاريخ نحن نتحدث عن البعض دكتور قلنا دائما نتحدث عن البعض دائما نتحدث عن البعض نعم نحن نتكلم عن البعض يعني يعني ما معقولة الكل فيها يعني لا تطورين ولله الله Environmental اللي موجود الآن في الساحة السياسية لكن نتحدث عن البعض الموجود اليوم في الساحة السياسية والأحزاب الحاكمة الكبيرة هي كلها تستخدم اللباس الديني وكلها تستخدم الشعارات الدينية لتمرير مشاريعهم وفسادهم ومقاولاتهم أنطيني اليوم جهة سياسية واحدة أو حزب سياسي واحد كما تجارب كثيرة في كثير من البلدان حتى البلدان الفقيرة يجي سياسي يتبنى مشروع الكهرباء يجي سياسي يتبنى مشروع متابعة بناء المستشفيات أو بناء المدارس اليوم كلهم غارقين بالملذات وغارقين بالفساد أبنائهم وعوائلهم ينعمونك في أوروبا وشراء الأملاك والناس ليس لديها متر واحد آمن خصوصا في المحافظات المنكوبة وخصوصا حتى المحافظات الجنوبية تشوفين حالها حال يعني يدعو للبكاء الخدمات يعني لا تساوي أي بلد فقير عشر سنوات اثناء سنة ميزانيات كبيرة جدا يسترجع قسم منها وقسم آخر يذهب لجيوب المقاولين المقاولين الجدد اللي هما صنعوهم أيضا هؤلاء المقاولين تابعين لأحزابهم بعضهم أقاربهم وبعضهم يعني من حزبهم لتمويل الحزب تعرفين أي حزب اليوم من أحزابهم عنده فضائيات عنده مكاتب منتشرة في جميع العراق بل البعض بينهم فتح مكاتب في أوروبا وتعرفينها يحتاج إلى أموال كبيرة وإيجارات حتى في أمريكا يعني خلقنا بقول صراحة بعضهم من الكتل السياسية أدهم مكاتب كبيرة في أمريكا نعم أعتقد اليوم حتى المظاهرات والتظاهرات اللي يعني الدينية اللي كانت في النجح وفي كربلا مثل ما نشوفها الأيام هي تحولت إلى شعارات ضد السياسين وضد الحكومة يعني هم كانوا يعولون على أن من تأتي الشعار الحسينية نشغل الناس بالعبادات والطقوس لكن استثمرت هذه الطقوس من قبل الناس وعن حاجتهم للمطالبة واستخدام المنهج الحسيني في الثورة وفي الإصلاحات نعم دكتور يعني نتمنى أنه أنتم المتظاهرين في ساحة التظاهرات وفي ساحة التحرير أنه يكون لكم كلمة وحدة يعني البعض تحدث وقال هذه الثورة الموجودة في ساحة التحرير هي ثورة المدنيين يعني والعلمانيين أريد كلمة وحدة توحد خطابكم في التظاهرات الكلمة الواحدة والخطاب الواحد هو يعني التظاهرات هي ليست يعني التظاهرات آيدلوجية خرجت مجموعة من العلمانيين واعترضوا على مجموعة من الإسلاميين أنا نحصد بالتنسيقيات اللي بصودة في ساحة التحرير ليس هناك اعتراض على أي مسمى بالعكس يعني مثلا خروج التيار الصدري وخروج بعض النشطاء الإسلاميين من يعني كتل وتجمعات إسلامية طبعا هذا ليست لديها صبغة التظاهرات صحيحة قام بها المدنيون لكن هي ليست موجهة ضد إسلامي بالعكس هي موجهة ضد فاسد وهذا الفاسد وحتى يعني هم يعولون على انتهاء التظاهرات لكن نهاية التظاهرات هي عن طريقي طريق الأول أما تتم المطالبة بتنفيذ الإصلاحات أو على الأقل المتظاهرين يحسون أكو جدية من الدولة لكن الدكتور حيد العبادي يعني أنت صورة واضحة وجدية في الإصلاحات وتنفيذ هذه الإصلاحات اللي أطلقها يعني أعتقد أنه لا حيدر العبادي ولا هذه الكتل الموجودة مثل ما ذكرت لك أنه عصب بقائهم هو الفساد والطائفية والمحاصصة لن يستطيع أحدا منهم أن يتخلى عن وزارته ولا يستطيع أحد منهم أن يتخلى عن نائب فاسد أو وزير فاسد تروني اليوم إذا كتلة لديها وزير فاسد تحاول بشتى الوسائل وحتى تخرج عن الوسائل الأخلاقية ربما تبعث ناس تغلق هذه الفضائية وناس تقتل هذا المراسل الذي يعمل تحقيق لكشف ملفات الفساد نحن في وضع خطير التظاهرات ستستمر طالما هناك وضع اقتصادي متردي الذي يعول على انتهاء التظاهرات أقول أن الميزانية 2016 هي ناقص 25 مليار يعني هناك عجز 25 مليار الشركات النفطية تطلب بحدود 27 مليار يعني نصف ميزانية 2006 الدولة لا تستطيع إيفاء الشركات وبالتالي هذه الشركات لربما يمكن لو تأخذ صادرات النفط والعراق اليوم يصدر بحدود 3 ملايين و600 برميل لا يكفي لسد الدخل خصصا مع هبوط هذه الأسعار التوقعات في أوبك والمحللين الاقتصادين النفطين لا يوجد هناك ارتفاع في أسعار النفط في 2016 وخصوصا نحن مقبلين على هذه السنة القصد نحن أمام حرج سياسي حرج اقتصادي كبير حتى الدول الذي فاتحها العراق في الاستدانة والدين من العراق طلبت مبالغ ضعف ومبالغ فوائد كلش كبيرة مما جاء العراق يرفض هذا اليوم السياسين هم في مأزق هم وضعوا أنفسهم في هذا المأزق ليست لديهم أي سياسة حكيمة كان عدنا ميزانيات انفجارية لا مالية ولا اقتصادية لا يوجد هناك سياسة مالية لن يستعينوا بأي خبير اقتصادي ومجرد حتى الخبراء الاقتصادين ومستشار الاقتصادين لا يسمعون كلامهم مجرد قاعدين في غرف في مجلس الوزراء ورئاس الجمهورية ولن أحد يسمع لهم الغالب على هذه السياسة أنه شون أرضي هاي الكتلة اللي ممكن تزعل أعطيها كثير من المشاريع أعطيها وزارة مهمة أعطيها التخطيط أعطيها المالية أعطيها النفط حتى ترضي جمهورها وهذا مثل ما ذكرت وذكر الضيف أنه أزمة التعيينات اللي صارت نعم أزمة حقيقية موجودة وما أعتقد العراق في هذه السنة خصوصا في سنة 2000 الميزانية التشغيلية لا توجد ميزانية يعني ميزانية تشغيلية يعني يضاف عليها عدد موظفين لن يستطيع العراق بعد عدد من الموظفين ممكن راح يعتمدون وحتى ليجي الوزير دائما يعين الحاشية الكبيرة مالته وتشوفين هسا الوزارات صارت عبارة عن أقارب وعبارة عن يعني أعضاء للأحزاب دكتور يعني نتمنى أنه الحكومة العراقية مجلس النواب ينظر بجدية لطلبات المتظاهرين يعني طلبات واقعية حقيقية الكل هذا اليوم يرفض الفاسدين والمفسدين يعني البعض يعتقد أنه الدكتور حيدر العبادي يعني في موقف محر جدا بسبب ما تحدثت عنه الأزمة المالية الأزمة الاقتصادية يعني منا أن تطالبون بالإصلاحات والخدمات وأيضا من هنا من الجهة الثانية أيضا الرجل الواقع في مشكلة كبيرة هي الوضع الاقتصادي والمالي يعني المربيع العراق وهو تحدث بكل صراحة سيد حيدر العبادي لا يستطيع يعني ينفك من قيود الحزب أولا هناك اجتماعات شبه يومية للضغط على حيدر العبادي بعدم تطبيق الأصلحات من داخل دولة القانون ومن داخل حزب الدعوة لكن الكل الكل رفع لافتة لا للفساد لا للمفسدين هذا شعارات هذه شعارات أيضا من حزب الدعوة ودولة القانون ومجلس الأعلى والفضيلة وأيضا اتحاد القوى السنية والأكراد لا للفساد ولا للمفسدين لكن أريد نعرف نخطمه إما جدا إذا الكل رفع هذه اللافتة لا للفساد ولا للمفسدين لعد منه الفاسد منه المفسد يعني شون نقدر نحاسب حزب أو كتلة أو شخص سياسي كبير والكل يدرك ويقول في الإعلام لا للفساد ولا للمفسدين يعني هو حتى الفاسد يعني والكتلة السياسية الفاسدة لا تستطيع الاستمرار في الفساد هناك انشقاقات كبيرة داخل الأحزاب بينها أيضا الفساد والصراع على المصالح والصراع على النفوذ يعني ما حصل في كردستان هو أيضا صراع على المكاسب وصراع على النفوذ من داخل الكتلة الوحدة ربما ستظهر من داخل الحزب الواحد ستكون هناك اختلافات كبيرة جدا هذا بسبب الفساد الإداري اليسري حتى في داخل الأحزاب كذلك في التحالف الوطني كلها جاي تعيش صراعات داخلية بسبب أنه ما يكون نظام سياسي ولا نظام إداري هم لا يؤمنون أصلا بالديمقراطية آمنوا بالديمقراطية التي أوصلتهم إلى الكراسي وإلى المناصب ومن وصلوا هذه المناصب كل من تبنى مجموعة من المقاولين والفاسدين قبل يومين طلع مذكرات القبض على مجموعة من ضمنهم أمين بغداد ووزراء الكهرباء طبعا هذه القضية هي حقيقة السياسي يعرف بنفسه قبل شهر أنه سيطلعون على القالقبض يعني مثل نايم عبوب لا أعتقد أنه موجود بالعراق حتى يتم القالقبض ومثل ما تم القالقبض أو على صابر عيساوي طلع بكفالة يعني شوف المسؤولين عن الفساد الكبير اللي حصل فيه أمانة بغداد يحكم لمدة السنة وهس براء القاضي التهموا عبوب هم راح يطلع القاضي لأن دولة يتبنوهم يعني عبوب ليس عبوب بمفرده ولا العيساوي صابر عيساوي طبعا هذا عبارة عن يعني يختبئ وراء كتلة سياسية كبيرة تستفيد منه يعني استفادة أموال كبيرة لتمويل مشاريحها وأجنداتها الحزبية حتى المحافظين اليوم اللي هم مسؤولين عن كثير من تردي الخدمات وتردي الواقع الصحي والخدمي وانتشار الأمراض لا يستطيع الحزب تغييرهم ولا يستطيع تستطيع الدولة استبدالهم لأنهم تابعين لأشخاص يدرون عليهم بالأموال والمشاريع دكتور ستار راح أختم وياك لكن أريد منك كلمة لدكتور حيد العبادي لرئيس البرلمان دكتور سليم الجبوري وأيضا لأعظام الجلس النواب وأيضا لحكومتنا الموقرة يعني النصيحة لا تنفع معها أصلا لا أريد كلمة اليوم أريد أمل اليوم أريد أمل هل هو دكتور أريد أمل حتى ننطي أمل للمواطن المتظاهر أنه هناك أمل في تحقيق هذه المطالب الأمل سيبقى معلق في الجماهير وفي خروج الجماهير في المظاهرات لا يعتقد لا الدكتور حيدر العبادي ولا سليم الجبوري أن الشعب ساكت عن هذه القضية سيلاحق كل المفسدين وهذا العراق وسجل سجل القتل والسحل عند السياسين معروف وحتى قبل 2003 شفنا أنه ما حصل لرموز النظام من سحل وقتل وتهجير وسجن التجارب كثيرة لكن ما حد يتعظ من هذه النظام الفاسد الناس لا تترك الفاسد في حالة ستلاحقه حتى لو كان في لندن وفي أمريكا وشفنا شون يلاحقهم في المولات وفي شوارع لندن بالإهانات والخطأ والغلاط شكرا جزيلا دكتور بنهاية حلقتي هذا اليوم أحب أن أتحدث كلمة أريد أحيي وتحية إلى كل الشجعان الواقفين بساحة التحرير وبساحات المعارك ضد داعش من جيش وحشد وعشائر التظاهرات والمعارك اثنينهم ساحات شرف واثنينهم وقفة ضد الظلم والطغيان والفساد الأمل بكم أنتوا المتحملين المسئولية واللي تعطون دماؤكم في سبيل هذا الوطن ومن أجل إسعاد الناس وعودة الحياة للمدن المنكوبة وكل سياسي قابع في بيته وما يحرك ساكن باتر عقبة الناس ما ترحموا لوين ما يروح هذا البلد يشور وما رح يتوفق أي واحد سرق وظلم من أصغر موظف إلى أكبر مسؤول التظاهرات باقية وبشهر محرم تزداد حماسة وقوة لأن هذا الشهر هو شهر رفض الظلم والفساد مستمرين وهيهات منا الذلة إلى اللقاء موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أرى